لابد أن نتعمق قليلاً في بعض المواضيع التي ندرسها قبل أن نبدأ بمناقشة الأمور الفلسفية الأكثر دهشة والكيمياء تبدأ بأكثر مواضيع فلسفة ومناقشة الجزء الأكثر إثارة للاهتمام ألا وهو الذرة ذات وإن فكرة الذرة كما شرحها الفلاسفة قديماً يمكنكم البحث عن فلاسفة الأوائل المختلفين الذين فسرواها فلسفياً فإنهم قالوا أتعلمون إن بدأتم بتفاحة وأخذتم بتقطيعها دعوني أرسم تفاحة بشكل جميل لكي لا تكون تشبه القلب لهذا الشكل هذه هي وأخذنا بتقطيعها إلى قطعة صغيرة ثم أصغر فإننا بالطبع سنحصل على قطعة صغيرة جداً جداً هكذا ولننتمكن من تقطيعها وأنا متأكد أن بعض هؤلاء الفلاسفة أتوا بسكين وحاولوا تقطيعها ولكنهم فشلوا أوه ربما يجب أن أجعل السكين حاداً أكثر من ذلك حتى أستطيع تقطيعها إذن فهو مفهوم فلسفي وهي في الحقيقة أو فهو في الحقيقة مختلف كثيراً عن ما هي الذرة الآن إنه في الحقيقة تصور عقلي والذي يمكننا من شرح الكثير من الأشياء التي نلاحظها في هذا الكون على كل حال فقد قال هؤلاء الفلاسفة أنه نعتقد أنه سيكون هناك جزء صغير من التفاحة وهذا هو الجزء الذي لم يتمكنوا من تقسيمه وقد قاموا بتسميته الذرة ولا ينطبق هذا على التفاحة فقط فقد قالوا أن هذا ينطبق أيضاً على أي شيء في هذا الكون وإن كلمة الذرة أصلها يوناني بمعنى غير قابل للتقطيع غير قابل للتقطيع أو التجزئة عن كتابل إننا الآن نعلم أنها غير قابلة للتقطيع بالرغم من أنها صغيرة جداً إلى أنها ليست أصغر قضية يناقشها علم الكيميا أو علم الفيزياء إننا نعلم الآن أن الذرة مكونة من جسيمات أساسية عديدة دعوني أكتب هذا يوجد بها ماذا يوجد بها؟ يوجد بها النيوترون وسأرسم تركيب الذرة والجسيمات التي فيها بعد قليل فلدينا نيوترون ولدينا بروتون هناك أيضاً إلكترونات وقد تعرفون هذا من قبل إن كنتم قد شاهدتم مقاطع فيديو سابقة عن الذرة فسترون شيء يشبه هذا دعوني أجرب أن أرسم هنا هذا ما سترونه وستجدون أن هذه الأشياء تدور حولها ويكون شكلها هكذا ولها مدارات بهذا الشكل وربما شكله هكذا إن الفكرة العامة وراء هذه الرسومات النووية والتي نراها أحياناً على بعض الإعلانات العلمية أو شيء من هذا القبيل في المختبرات وغيرها هو أن هناك نواة في وسط الذرة نواة في وسط الذرة هنا وإننا نعلم أن نواة طبعاً لها نيوترونات وبروتونات نيوترونز وبروتونز سنتحدث قليلاً عن العناصر وعن عدد البروتونات ونيوترونات في أنويتها ومن ثم المدارات أستخدم كلمة مدارات الآن برغم أن أنا سننوه بعد دقيقتين أن كلمة مدار هي في الحقيقة خاطئة أو بالأحراء الطريقة الخاطئة التي نتصور بها الذرة ولكن الفكرة القديمة هي أن هذه المدارات أو الإلكترونات تدور حول النواة بطريقة مشابهة جداً لدوران الأرض حول الشمس دوران القمر حول الأرض وقد تم إضاح أن هذا في الحقيقة تصور خاطئ جداً وسنعرف لماذا هذا التصور خاطئ عندما نتطرق إلى كينيا أو لميكانيكا الكثير من من التناقضات تظهر عندما تحاولون تصور الإلكترون مثل كوكب يدور حول الشمس أو حول النجم ولكن هذه هي الفكرة الأصدية وحقيقة أعتقد أن هذه هي الفكرة العامة السائدة عن تصور الذرة نعم إذن لقد قلت الآن أن الذرة مثيرة للاهتمام فلسفياً الآن ما نرى نظرة مقبولة للذرة أغلب علم الفيزياء والكيمياء مجرد نظريات وليس هناك شيء كامر حقيقي خصوصاً عن المستوى الذري أو الموجي فهي لا تتعامل هناك مع جسيمات حقيقة مشابهة لما نعرفها في حياتنا اليومية طبعاً في حياتنا اليومية بالنسبة لنا مثلاً الأجسام من حولنا يمكن لمسها ومسكها لنراها أما الموجة مثل الموجة الصوتية مثلاً فقد تكون تغير في الطاقة عبر الوقت ولكننا سنعرف خصوصاً عندما نشرح ميكانيكا الكام أنا جميعها تصبح فوضوية عندما نقترب من قياس أو حجم الذرة على أي حال فقد قلت أن هذه طريقة خاطئة لتصور الأمر إذن فما الطريقة الصحيحة؟ ما هي الطريقة الصحيحة؟ طبعاً هذه ليست صورة وإنما هي رسم للذرة لا يمكن تصوير الذرة ولكن يمكننا رسم ما نتخيله عنها لأنه اتضح أن معظم الأطوال الموجية للضوء خصوصاً الأطوال الموجية المرئية للضوء هي أكبر بكثير من حجم الذرة أكبر بكثير من حجم الذرة أي شيء نراه حولنا هو نتيجة إنعكاس الضوء عليه ولكن فجأة عندما نتعامل مع الذرة فإن الضوء لن ينعكس عليها أبداً لأنها أصغر بكثير من الموجة الضوءية كما ذكرنا على أي حال هذا رسم تصوري لذرة الهيليوم هنا إن ذرة الهيليوم لها بروتونان ونيوترونان والطريقة التي رسموها بها هي كما ترونها أمامكم إنني أفترض أنهم يستخدمون اللون الأحمر للبرتون ولا بنفسجي للنيوترون إن اللون البنفسجي يبدو كلون حيادي وهما هنا في وسط هذه الذرة في النواة حسناً هنا إن هذه الهالة هنا تمثل الإلكترونين الموجودين في الهيليوم طبعاً ذرة الهيليوم هذه قد تكسب أو تفقد إلكترون أحياناً ويمكنكم أن تسألوا كيف يمكن الإلكترونين أن يكون ضبابين أو ضبابيين وشكلهما كشيء ملطخ حول هذه الذرة وهذا تحديداً حيث تصبح الذرة مثيرة للاهتمام فلسفياً فلن تستطيع أو فلن تستطيع وصف مسار الإلكترون حول النواة بالفكرة التقليدية المدار التي اكتسبناها عند نظر إلى الكوكبة وعندما نتخيل الأشياء على مستوى أكبر أو كما وصفناها هنا هي ليست كذلك لا تدور حول النواة بهذا الشكل الذي رسمناه هنا اتضح لنا أنه لا يمكن معرفة لا يمكن معرفة انتبهوا لا يمكن معرفة قوة دفع الإلكترون وموقعه في أي لحظة من الوقت كل ما يمكن معرفته هو احتمالية توزيعها في المكان المتوقع أن تكون فيه والطريقة التي رسموها بها ترجح وجود الإلكترونات بشكل أكبر في المناطق السوداء سيقضي الإلكترون وقته هنا أكثر من هنا ولكن في الحقيقة يمكن أن يوجد الإلكترون في أي مكان يمكن أن يكون هنا حتى برغم أن هذه منطقة بيضاء تماما باحتمالية ضئيلة جدا جدا إذن فهذه الدالة حيث يوجد الإلكترون تسمى ماذا تسمى؟ تسمى دالة مدارية إذن انتهى موضوع المدار حتى لا يختلط عليكم الأمر من المدار دالة مدارية أوربيتال تذكروا المدار كان شيء كهذا مثل كوكب الزهرة الذي يدور حول الشمس مثلا أو المريخ إذن في الأمر عمليا سهل جدا بالنسبة لنا لتخيله هنا ولكن المداري هو دالة احتمال رياضية تخبرنا أين يمكننا أن نجد الإلكترون سنتعمق في هذا أكثر عندما نشرح الميكانيكا الكام ولكن لن يكون هذا في نطاق هذا النوع من المحاضرات التمهيدية في الكيميا أن هذا مستوى عال إن سلوك الإلكترون شاد جدا على مستوى نستطيع تخيله حتى أن تسميته جسيم يكون دائما مضللا إنه يسمى جسيم ولكنه في الحقيقة ليس جسيم بالشكل الذي اعتدنا عليه في حياتنا اليومية إنه هذا الشيء الذي لا يمكننا تحديد مكانه بالضبط فيمكن أن يكون في أي مكان في هذا الجزء الضبابي وسنتعرف لاحقا أنه أو سنعرف لاحقا أنه يصبح هناك أشكال مختلفة من الطبقات الضبابية كلما ابتعدنا عن النواة ولكن نسبة لما شرحناه فهذه بداية التطرق لقضايا فلسفية أو مدى حقيقة الذرة والإلكترونات على أي حال لا أريد أن أكون فيلسوفا معكم الآن ولكن في اكترات الإلكترونات والبروتونات ككل من الفيزياء كلها مستندة على فكرة الشحنات وقد تحدثنا عنها مسبقا عندما شرحنا عن قانون كولوم يمكنكم أن تطلعوا على مقاطع الفيديو لقانون كولوم في قائمة فيديوهات الفيزياء ولكن الفكرة هي أن الإلكترون لديه شحنة سالبة والبروتون ويكتب أحيانا هكذا لديه شحنة موجبة والنيوترون ليس لديه شحنة محايد دعونا نوعود للنموذج في الأعلى النموذج الذي يعتبر أن الإلكترونات تدور حول النوا حيث يعتبر النوا بشحنة موجبة فيها النيوترونان وبروترونان دعونا نقول أن هذه ذرة هيليوم سنجد هنا بعض الشحنات الموجبة هناك بعض الشحنات السالبة التي تدور حول النوا الشحنات المختلفة تتجادب فإن كان لهذه الاشياء سرعة فإن كان لها سرعة سرعة كافية سرعة كافية فإنها ستدور حول النواة تماما مثلما تدور الكواكب حول الشمس كما ذكرنا وهذا طبعا ليس هذا الصحيح إذن هذا النموذج يعتبر على الإلكترانات تدور حول النواة بمدارات محددة أما هنا في الأسفل فكما ذكرنا أن هذا النموذج يعتبر على الإلكترانات تتحرك بحسب الدل باللون الرمادي والأسود فإما أن يكون هنا وسيكون له طاقة معينة طبعا أو يقترب أكثر من النواة بهذا الشكل وهو لا يعتبرها تدور بهذا المدار لا يعتبرها تدور بهذا الشكل كما يدور الكواكب حول الشمس في الحقيقة إن لها سلوك مشابه لحركة الموجة والتي تصفها دالة الاحتمال والاحتمال يعتبر أنه كلما كانت الدالة المدارية أم بعد كلما كان لها طاقة كامنة أكبر سنتعمق في هذا الموضوع أكثر في مقاطع فيديو لاحق على أي حال كيف نستطيع تمييز العنصر كيف نستطيع تمييز العنصر كيف أعرف أن هذه أدرة التمييل لهذا العنصر ولا تنتمي لغيره هل تحدد بعدد النيوترونات؟ هل تحدد بعدد البروتونات؟ أم هل تحدد بعدد الإلكترونات؟ الجواب هو أنها تحدد بعدد البروتونات فإن عرفنا عدد البروتونات في عنصر ما أو في ذرة ما فإننا نستطيع تحديد نوعه وعدد البروتونات يعرف بالعدد الذري أو يعرف بالعدد الذري نوع بروتونات على سبيل المثال دعونا نقول أن هناك عنصر له أربع بروتونات على سبيل المثال كيف نعرف ما هو هذا العنصر؟ إن لم نكن حافظناها فإمكننا البحث عنها في الجدول الدوري للعناصر الذي سنتعامل معه كثيراً دعونا نبحث أربع بروتونات، أربع بروتونات ها هو عنصر البريليوم هنا بالتحديد والعدد الذري هو الذي نراه هنا وهذا هو العدد للبروتونات وهذا هو ما يفرق ذرة أخرى عنصر عن عنصر آخر فإن كان لدينا 15 بروتونات على سبيل المثال فإننا نتعامل مع الفسفور سبع بروتونات، سبع بروتونات فإننا نتعامل مع النيتروجين هنا ثمانية، أكسجين هذا ما يعرف العنصر هذا ما يعرف العنصر، سنتحدث لاحقاً عن ما يحدث فيه شحنة العنصر أو ما يحدث عندما يكسب أو يخسر إلكترونات طبعاً هذا لا يغير العنصر نفسه والشيء نفسه صحيح، فعندما نغير عدد النيوترونات في العنصر فهذا لا يغير العنصر أيضاً الإلكترونات، النيوترونات لا تغير العنصر نفسه وهذا يؤدي إلى سؤال واضح ألا وهو كم عدد النيوترونات والإلكترونات التي في العنصر بالنسبة لعدد البروتونات؟ حسناً، إذا كانت الذرة ليس لديها شحنة، فإن هذا يعني أن عدد الإلكترونات يساوي تماماً لعدد البروتونات فإن كان لدينا عنصر الكربون مثلاً سي، عدده الذري يساوي ستة، وعدده الكتولي هو إثنى عشر، إثنى عشر، ماذا يعني هذا؟ ودعوني أقول أن هذه ذرة متعادلة بداية، حسناً، ليس لديها شحنة طبعاً، إذا العدد الذري للكربون هو ستة، وهذا يخبرنا عن عدد البروتونات فيه نعم، فإذا رسمنا نموذج صغير هنا، وهذا بالتأكيد ليس نموذج دقيق، سأرسم ستة بروتونات في الوسط هنا ووزن هذه البروتونات، كل بروتون يساوي وحدة كتلة ذرية واحدة، طبعاً هو صغير جداً بالنسبة للكيلوغرامات، أعتقد أنه يساوي تقريباً 1.6 ضرب 10 قوة سالب 27 من الكيلوغرام دعونا نقول أن كل من هذه تساوي وحدة كتلة ذرية واحدة، 1 Atomic Mass Unit، نعم، وهذا تقريباً مساوي لـ 1.67 ضرب 10 قوة سالب 27 كيلوغرام، هذا عدد صغير جداً، في الحقيقة أنه من مستحيل أن تصوى مثل هذا الأمر، على الأقل مستحيل بالنسبة لي، أما هذا الرقم فيخبرنا عن كتلة ذرة الكربون كاملة، كتلتها كاملة، وقد يختلف هذا من ذرة كربون لذرة كربون أخرى، وهذا يساوي كتلة جميع البروتونات زائد كتلة جميع النيوترونات، كل بروتون له كتلة ذرية تساوي كتلة ذرية واحدة، وكل نيترون له كتلة ذرية تساوي كتلة ذرية واحدة أيضاً، فهذا حقيقةً يعبر عن عدد البروتونات، number of protons زائد عدد النيوترونات، أسف، plus number of neutrons. حسناً، في هذه الحالة لدينا ستة بروتونات، فيجب أن يكون لدينا أيضاً ستة نيوترونات، سكس نيوترونز بلاس سكس بروتونز والآن أين الإلكترونات؟ حسناً لقد قلت أن هذه الذرة بلا شحنة طبعاً أن البروتون لديه شحنة موجبة مساوية لشحنة الإلكترون السالبة وهذه ذرة متعادلة بها ستة بروتونات فبالتالي يكون لديها أيضاً ستة إلكترونات حسناً دعوني أرسم هذا إذن قلنا أن بها ستة نيوترونات هنا واحد إثلان ثلاثة أربعة خمسة ستة وهذه النواة هنا وإن قمنا برسم الإلكترونات حسناً سأستخدم لون آخر يمكننا أن نرسمها أو يمكننا أن نرسمها كغيمة ولكن أن نردتم تصورها بطريقة أفضل يمكننا أن نقول أن هناك ستة إلكترونات بهنا بهذا الشكل وسيتحركوا هكذا بطريقة غير متوقعة والتي سنحتاج أن نشرحها بدلة الإحتمال كما ذكرنا والشيء المثير للإهتمام هنا هو أن معظم كتلة الذرة معظم كتلتها تكون هنا بالتحديد في النواة ما يعنيه أن علمي الكيمياء والفيزياء عندما يتحدثون عن كتلة الذرة فإنما يتجاهلان الإلكترونات يتجاهلان كتلة الإلكترونات وهذا بسبب أن كتلة البروتون كتلة البروتون واحد تساوي تساوي كتلة 1836 إلكترون إذن عند التفكير بكتلة الذرة يمكننا أن تتجاهل كتلة الإلكترونات تتجاهل كتلة الإلكترونات لأنها كتلتها صغيرة جدا في الحقيقة كتلة النواة تعبر عن كتلة الذرة بتجاهل كتلة الإلكترونات حسنا بمكاننا الآن رؤية الجدوى الدوري هنا لاحظوا أنه أعطانا العدد الذري في الأعلى هنا مثلا العدد الذري للأكسجين يساوي ثمانية وهذا يعني لديه ثمانية بروتونات العدد الذري للسيليكون هو 14 إذن لديه 14 بروتون والآن ما الذي يظهر هنا مثلا نرى عند الكربون الرقم 12.0107 هذا هو الوزن الذري للكربون الوزن الذري للكربون دعوني أكتب هنا مثلا Atomic Weight of Carbon الوزن الذري للكربون هو دعوني أعود هنا لأنه سيت الرقم 12 يساوي 12.0107 ما الذي يعني هذا؟ هل يعني أن هناك ستة بروتونات؟ والباقي 6 بروتون والباقي هو 6.0107 نيوترون 6.0107 نيوترون طبعا هذا ليس صحيح هذا يعني أننا إذا أخذنا جميع نظائر الكربون على كوكب الأرض انتبهوا وحسبنا متوسط عدد نيوترونات لها بناء على نسب وجود كل نظير بناء على نسب وجود كل نظير فإن هذا هو المتوسط الذي نحصل عليه طبعا الكربون أشهر نظيرين له هما كربون 12 هذا لديه 6 بروتونات و 6 نيوترونات والنظير الثاني له هو كربون 4 عشر كربون 4 عشر بهذا الشكل طبعا وهو نادر جدا على كوكب الأرض لا نعلم كم هي كميته في الكامل ولكن نعلم كميته في كوكب الأرض والآن إن أردتم أخذ متوسط الوزن الذري لكلهما فلا نستخدم عادلة القسم البسيطة فنحصل على كربون 13 وإنما ندخل نسبة الوجود لكلهما في المعادلة فنظير هذا 12 يوجد بكم أكبر من النظير 14 النظير 14 يوجد بكمية ضئيلة جدا إذن إن وزن كلهما بشكل دقيق إن وزننا كلهما فسنحصل على 12.0107 بالمتوسط مع نسب الوجود 12.0107 هذه الفكرة عن نظائر تعتبر فكرة مثيرة للدهشة تتذكروا عندما نغير النيترونات فإن العنصر يبقى كما هو العنصر الأساسي ولكننا نحصل فقط على نظير مختلف نظير آخر له إذن فهتين أصيغتين من الكربون هنا هما نظيرين للكربون والآن أريد أن أنهي هذا الفيديو بما أعتقد أنه الفكرة الأقرب خلف الذرات وهي الفكرة الفلسفية الأكثر إثارة عن الذرات إنه القياس نتعلق بها كما قلنا لدينا هذه الإلكترونات هنا التي تمثل جزء صغير جدا من كتلة الذر نعم كتلة الإلكترونات تساوي واحد على ألفين من كتلة الذرة وأصلا كما قلنا على الإلكترونات حتى لا يمكن وصفها كأجسام لأننا لا نستطيع وصف مكان وجودها حول النواة بشكل دقيق لدينا فقط دالة الاحتمال التي تدل عليها إذن فمعظم كتلة الذرة تكون داخل النواة وهذا هو الشيء المثير للاهتمام إذا نظرنا للذرة بالمجمل سأرسم هنا فدعونا نقول أن لدينا ذرتين مرتبطتين لبعضهما البعض وسأسأل سؤال كم يساوي حجم النواة بالنسبة لحجم الذرة الكلية قلنا أن النواة تمثل كتلة الذرة ولكن كم تمثل من حجمها يوجد بها النيوترونات والبراتونات كما ذكرنا هذه نواة هنا وهذه نواة أخرى طبعا من الصعب واضح حدود واضحة للذرة لأن الإلكترون يمكن أن يكون في أي مكان تقريبا ولكن إذا نظرنا إلى الحجم فهو أينما يمكننا إيجاد الإلكترون أو أينما يوجد الإلكترون 90% من الوقت إذن النواة تعتبر صغيرة جدا بالنسبة للحجم الكل للذرة فهي 1 على 10 ألاف من الحجم إذا فكرنا بهذا إذا نظرنا لأيدينا أو إلى الحائط أو إذا نظرنا إلى الحاسوب فسنجد أنه 99% منه مساحة فارغة وصدقوني هذا كلام علمي صحيح كتلة الحاسوب هي كتلة أنوية ذراته وحجم هذه الذرات تساوي 1 على 10 ألاف من حجمه إذا لدينا مساحة فارغة في الحقيقة فكروا في هذا إذا أخذنا تجمع من الذرات المترابطة تخيلوها بجانب بعضها البعض تشكل جدار نعم دعوني أستخدم اللون البرتقالي تخيلوها لها مترابطة بهذا الشكل فمعظم المساحة هنا معظمها معظم المساحة هي مساحة فارغة بإمكاننا المرور من خلالها دعوني أعرج على الصورة هذه الصورة لذرة الهيليوم يقال أن هذه هنا تساوي 1 فوتوميتر هو فوتوميتر فمتوميتر آسف فمتوميتر هذا مقياس النوا نعم لذرة الهيليوم 1 فمتوميتر وهذا 1 أنجستروم وهو يساوي 100 ألف فمتوميتر ولنستطيع تخيل مقياس بأن 1 أنجستروم تساوي 1 ضرب 10 للقوة سالب 10 أعلم أنه لا يمكن تخيل هذا في حالة الهيليوم تكون النواة كسر أصغر من 1 على 100 ألف دعونا نقول أن لدينا هيليوم سائل ويسيكون بارد جدا فإذا نظرنا إليه نجد أن معظم المساحة هي مساحة فارغة إذا نظرنا إلى قضيب الحديد مثلا الغالبية العظمى منه والجزء الكبير منه يكون مساحة فارغة ولن نتحدث بعد عن المساحة الفارغة داخل النواة أيضا يمكننا أن نتحدث عن هذا في المستقبل ولكن أكاد أن أجن من هذا الحديث الذي يدهشنا عندما أتحدث عن هذه المساحات الفارغة في الذرة وفي نواة الذرة معظم هذه المساحة مساحة فارغة أعتقد أنني قلت كلمة مساحة فارغة كثيرا وأعتقد أنني يجب أن أترك بقية الأشياء الأكثر إدهاشا لمقطع الفيديو القادم نرى